الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الرحمة المهدى محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم ثم أما بعد مرحبا بك ابني ومرحبا بك ابنتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أبنائي وبناتي في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية واليوم بإذن الله عز وجل في مقرر الحديث حديث من؟ أحسنتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولوا عليه الصلاة والسلام أحسنتم دائما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم اليوم بإذن الله عز وجل سوف نتحدث عن أمر حث عليه الإسلام أبنائي الأعمال المهنية الصناعة والزراعة والنجارة وغيرها من الأعمال هذه أعمال حث عليها الإسلام بل ورتب عليها الأجور العظيمة واليوم سنتحدث عن عمل من الأعمال المهنية التي رتب الإسلام عليها أجورا كثيرة هذا العمل ما هو؟ أحسنتم الزراعة نعم يا أبنائي الزراعة لكن قبل أن نبدأ سويا دعونا نستذكر ما يتعلق بالوحدة الثانية عناية الإسلام بالعمل المهني يتوقع من الطلبة بعد نهاية الوحدة أن يكونوا قادرين على بيان مكانة العمل المهني في الإسلام أيضا حفظ الحديث المطلوب حفظه بإتقان كذلك تقديم ترجمة موجزة لرواة الأحاديث وأيضا استنباط الفوائد من الأحاديث استنباط الفوائد من الأحاديث إذن لدينا الدرس الثاني فضل الزراعة وهذا هو رابط الدرس الرقمي أبنائي وبناتي لمن أراد أن يتابعنا من خلاله ابتداءنا أبنائي أيها الرائعون والرائعات دعونا نسترجع سويا بعض ما أخذناه في الدرس السابق تحدثنا في الدرس السابق عن ماذا؟ عن العفة هذا الخلق العظيم الذي يجب على المسلم أن يتحلى به أليس كذلك؟ قلنا بأن هذا الخلق يبعذك على ماذا؟ أحسنتم على أن تبتعد عن الفواحش وعن القاذورات وعن الأمور القذرة وأن تتسامى وترتقي بأخلاقك وسلوكك أليس كذلك؟ بارك الله فيكم طيب وقلنا مما ذكرناه أيضا في الدرس السابق أن دين الإسلام هذا الدين العظيم حرص على ماذا؟ على طهارة المجتمع وعلى عفته وحذر من كل ما يخدش العفة ويذهب الحياة وأيضا قلنا بأن الإنسان وقلنا بأن تربية النفس على الإيمان بالله والخوف منه واستشعار مراقبته من الأسباب المعينة على البعد عن الفواحش أيضا مما ذكرناها أبنائي قلنا بأن الإيمان المنفي في الحديث هو كماله وليس أصل الإيمان وهذه النقطة قلنا أنها في غاية الأهمية وقد بيناها جيدا في الدرس السابق طيب ماذا عن أهداف درسنا لهذا اليوم؟ نريد أن نتعرف على فضل الزراعة هذه الزراعة يا أبنائي يزرع الإنسان ويبذل الجهد هل لها فضل؟ هل لها فضل؟ طيب ما هو هذا الفضل؟ نريد أن نتعرف على ذلك بإذن الله عز وجل في درسنا لهذا اليوم وأيضا أن نفهم الحديث فهما صحيحا وكذلك نتعرف على معاني الفاض الحديث طيب هل أنتم على استعداد أبنائي حضرتم الكتاب والأقلام حاضرة؟ ممتاز إذن دعونا نقرأ سويا بسم الله لاحظوا بارك الله فيكم في هذا الحديث الحديث العظيم والراوي والصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة نعيد قراءة الحديث مرة أخرى وانتبهوا جيدا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعني كل مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة أو بهيمة إلا كان له به صدقة نحظتم أبنائي وبناتي فضل عظيم تغرس أو تزرع فيأكل من غرسك أو من زرعك إنسان أو بهيمة أو طير لك صدقة ولك أجر طيب طيب دعونا الآن نتعرف على راوي الحديث قلنا هو الصحابي والجليل أحسنتم أنس بن مالك بن النظر الأنصاري أنس بن مالك بن النظر الأنصاري دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة قال أنس فقد رأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة ماذا يعني بهذا يا ابنائي؟ ماذا يعني فقد رأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة؟ جيد أحسنتم يعني أنه رأى كثرة المال قد رزقه الله مالا وفيرا وكثرة الولد ويرجو الثالثة يعني يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة إذن هذا ما يتعلق بهذا الصحابي الجليل طيب ماذا عن معاني الكلمات؟ يغرس لاحظوا نريد أن ننتبه ونميز بين الغرس والزرع يغرس الغرس دفن جذور فسيلة الشجر في التربة لاحظتم هذا هو الغرس الغرس دفن جذور الفسيلة فسيلة الشجرة في التربة أما الزرع يا أبنائي وهو نثر البذور في التربة لحظتم الفرق؟ الفسيلة هذه تغرز أما البذور فإنها نعم تنثر طيب فإذا نقول غرس غرس دفن جذور فسيلة الشجر في التربة هذا هو الغرس أما الزرع فهو نثر البذور في نثر البذور في التربة البهيمة تعني الحيوان طيب معاني الحديث وإرشاداته أبنائي بارك الله فيكم بناء على ما أخذناه من يذكر لي بعض الفوائد المستفادة من الحديث طيب هذه فائدة ممتاز نريد أن نصل لخمس فوائد جميل وهذه الثانية أيها الرائعون وهذه الثالثة جيد وهذه الرابعة بق إلى أخيرة أحسنتم 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 بارك الله فيكم إذن من الفوائد بارك الله فيكم نقول الزراعة من الأعمال والحرف اليدوية التي فطر الله الناس على حبها يعني ماذا يعني هذا الكلام التي فطر الناس على حبها أو التي فطر الله الناس على حبها أي أن الناس بطبيعتهم يحبونها ما الدليل على هذا بقوله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب لاحظوا والحرث إذن الزراعة من الأمور التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس على محبتها فالناس بطبيعتهم يحبون الزراعة طيب هل الزراعة ضرورية يا أبنائي هل الزراعة ضرورية أحسنتم لا شك أنها في غاية الضرورة إذن الزراعة ضرورة للدورة الحياتية حيث يوفر بها الإنسان ما يحتاجه أو ما يحتاجه من غذاء طيب أيضا رتب الله الأجر الكثير للمسلم الذي يعمل في الزراعة لاحظوا حيث يكتب له أو حيث يكتب له أجر وثواب بكل ثمرة أو زرع يأكله إنسان أو حيوان أو طائر بل ويستمر أجره ما سمر ذلك الشجر والزرع وما نتج عنه إذن الأجر المترتب على الزرع أجر عظيم جدا ليحرص الإنسان على هذا الأمر بارك الله فيكم أبنائي وبناتي أيضا من معاني الحديث وإرشاداته رفع الإسلام من شأن الزراعة لتكون عملا أخرويا من أعمال البر كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن قامت الصلاة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها لما فيها من عمارة الأرض إذن لاحظوا بارك الله فيكم حتى في ذلك الوقت إن استطاع الإنسان أن يغرس هذه الفسيلة فليفعل ننتقل بعد ذلك لهذا النشاط أبنائي وبناتي بالتعاون مع مجموعتك قدم عرضا لزملائك في الصف عن جهود بلادنا المملكة العربية السعودية في دعم الزراعة وتنميتها نعم لله الحمد والمنة لك جهود عظيمة في بلادنا دعم الزراعة وتنميتها قموا بارك الله فيكم بالتعاون مع مجموعاتكم في ذكر بعض هذه الجهود أمام الزملاء في الصف نأتي الآن للتطبيقات السلوكية أبنائي من خلال ما أخذناه لا شك أن هناك العديد من التطبيقات السلوكية التي تبادرت لأذهانكم طيب من يذكر لنا بعض التطبيقات السلوكية؟ جميل البعض يقول يا أستاذ أنا أحببت هذه المهنة مهنة الزراعة وأريد أن يصبح عندي مزارع وأن يستفيد الناس أقول بارك الله فيك أحسنت أيضا ممتاز العناية بالزرع والشجر فلا نعبث ولا نتلف هذه الزروع وهذه الأشجار أحسنتم بارك الله فيكم أيضا ممتاز أصبح هناك تقدير أكبر للمزارعين الذين يزرعون ليس كذلك لأننا كما ذكرنا أن الزراعة ضرورة للدورة الحياتية فبالزراعة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى توفر لدينا العديد من المصادر الغذائية ليس كذلك أبنائي أحسنتم بارك الله فيكم إذن أحترم العمل في الزراعة وفي غيرها ولا أحتقر شيئا منها نعم يحذر الإنسان أن يحتقر أي عمل مهما كان هذا العمل أقول عليها أن يحترم الناس ويحترم من يعمل في هذه الأعمال المهنية لأنها أعمال شريفة تعود علينا بالنفع والفائدة السؤال الأول في التقويم أوضح كيف يدل الحديث أعنس رضي الله عنه على فضل الصدقة نعم تحدثنا في هذا الحديث عن الزراعة فكيف يدل هذا الحديث على فضل الصدقة كيف يدل هذا الحديث على فضل الصدقة تذكروا ماذا قلنا في هذا الحديث طيب السؤال الثاني على ما يدل الحديث إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها على ما يدل هذا الحديث يدل على شيء يدل على ماذا قد بيناه وذكرناه أثناء شرحنا بارك الله فيكم أبنائي وبناتي إذن هذا ما يتعلق بأسئلة التقويم نعيد الأسئلة سويا السؤال الأول أوضح كيف يدل الحديث أنس رضي الله عنه على فضل الصدقة نعم ماذا قلنا في هذا الحديث إذا ما ذكرنا الحديث وبينا أن كل من يستفيد من هذا الغرس من هذا الزرع فإنه ماذا طيب هذا افتاح للإجابة وأنتم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تجيبون أيضا تحدثنا في المعاني والفوائد على حديث عظيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة الساعة يعني ماذا سنتم يعني يوم القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها لاحظوا على ماذا يدل هذا الحديث على ماذا يدل هذا الحديث إذن أبنائي وبناتي هذه هي أسئلة التقويم أضعها بين أيديكم وأنتم بإذن الله سبحانه وتعالى أهل لإجابتها أما نحن فإننا في هذه اللحظات نكون قد وصلنا سويا لنهاية درسنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم بحول الله عز وجل في درس آخر قريب دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر